الحرب المقبلة مع حزب الله ستكون أسوأ بكثير على إسرائيل من الحرب السابقة هذه خلاصة تقرير إسرائيلي حول الاستعدادات الإسرائيلية للحرب المقبلة في مختلف المستويات العسكرية الجوية والبرية والبحرية في حال اندلاع مواجهة مقبلة مع حزب الله التفوق والفعالية الجوية للجيش الإسرائيلي في الحروب السابقة لا يوفران ضمانة لإسرائيل في الحرب المقبلة يقول ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي علينا الاعتراف بحقيقة أن حزب الله لم يجلس في العقد الماضي مكتوف الأيدي لقد تسلح بصواريخ متطورة ضد الطائرات بغية تعطيل التفوق الجوي الإسرائيلي وفي الحرب المقبلة على ما يبدو لن تتمكن كل طائراتنا من العودة إلى قواعدها بسلام التشكيك الإسرائيلي بقدرة حسم المعركة عبر الجو دفع الجيش الإسرائيلي إلى المزيد من الاعتماد على القوات البرية التي ستضطر إلى الانشغال بالدفاع عن المستوطنات في الشمال فيما لو اجتاز حزب الله الحدود الشمالية واحتل مستوطنات نحن نطمح لخوض حرب قصيرة لا تستمر ثلاثين يوما حرب تكون قصيرة بنحو يسهل الأمور على الداخل الذي سيكون وضعه صعبا لأن كل مكان سيستهدف وستحصل مفاجآت ومن الممكن أن تكون هناك عمليات تكتيكية للعدو بشكل من الأشكال خصوصا على مستوى الوعي للاستيلاء على منطقة لعدة ساعات أما سلاح البحر الإسرائيلي الذي لا يزال يعاني صدمة ضرب البارجة حنيت قبالة شواطئ بيروت في الأيام الأولى لحرب تموز يوليو 2006 فيبذل جهوده لحماية المنشآت الاستراتيجية في الحرب المقبلة هذا دفاع عن كل المنشآت الاستراتيجية المتواجدة هنا غرب شواطئ الدولة وسيكون هناك دفاع متواصل عنها طوال الحرب أفترض أن نصر الله يدرك ذلك أعتقد أن ما من أحد على الجانب الثاني أحمق نقاط القوة التي راكمها حزب الله خلال السنوات العشر الماضية وخصوصا خبرته القتالية الهجومية وفعالية وحجم منظومته الصاروخية دفعت مراقبين إلى القول إن على إسرائيل أن تستعد للحرب المقبلة الأسوأ وليس للحرب السابقة كما يجري حاليا ترجمة نانسي قنقر